اشتركوا في القناة 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 يا جماعة رامي عزمكم كلكو على كوكدور طب يا رامي احنا مشيين بقى ها دينجا وشلته دماغهم بيرا اشتركوا في القناة وهندخلها زي دي اصرف هتلوهم بيرا دينجا اشتركوا في القناة ايه تاني؟ ديبوس وشلته دماغهم حشيش هتصرف هتلوهم حشيش ديبوس رامي على فكرة بقى احنا هنمشي هتلوهم الاذابة اتوقع انها تراجع نفسها وتعرف امتي طب انت بتعمل الاتصام ده بدفع ايه؟ بدفع الحب انت متعركش انا بحبه ايه؟ يا ريت كل السباب مصري يحبوها زي ما انت بتحبهك ايه يا عم في انتوا مبتاكلش نيه؟ يارا ما جاتش يكونش يا ابوها مدفعش اشتراكي ديش؟ قلنا لك اصبر يا رامي وبعدين انت عايزها تيجي من اول يوم بالسهولة دي؟ ده تقول لبنات يا برنس متشاكرين يا مان على عشا بقى احنا مشيين بقى كل المصاريف دي هو مشيين؟ مشيين؟ ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ رايحين فين؟ دي السهرة لسه هتبتدي؟ ولا هي الحكاية اكل وشرب؟ ده اعتصام احنا مش بنهزة وبعدين هتراوحوا ليه؟ ده الواعد ما بيصدق يبط بره البيت عشان نبقى على راحتنا كده لا بابا ولا ماما ولا ايه؟ ايوة يا مام انا مش هبات في البيت النهاردة انا مواطاسي ماما عيال واطية واشتغلت ايه بقى ان شاء الله؟ اشتغلت بمصنع غسلات تلاقيهم شغالك بمسعوق ياه 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 وبعدين معك يوم لا اشتغلت غسلة بتفرم الغسيل كده بس هيفضل عندنا نفس المشكلة هتقعدوا فين؟ اه طبعا دي مهمة جدا ما قلنا في العيشة الله انت شغل واشتغلنا وبكرا ربنا يفتح علينا وتجيبلك الشقة اللي نفسك فيها خلصونا بقى خلاص اللي تشوفه اللي تشوفه يا كاكا بيه خلاص يبقى كانت بالكتابه والدخلة الخامس اللي جاي استيق عليك انه بيتوافق ياه ما اشكاك بس على الله كل خلصت طبوري نعيش بيت حمالي ايه يا بات؟ عمك مورتي الراجل اللي كان وقف معاها في الطبور اتوفى مبارح وابنه بيقضي العزة وانت بالزغراد يا بات؟ لا اله الا الله بقى في حياتك مش انت حيلك النفسو يجب دينا باتنين جنيه يا حشاب اللي مينو البركة فيك يلا يا فوزة يلا يا فوزة يرا تحب نسعر في النهاردة بالدين؟ مامي وفت ان انا اصعر في اعتصام مغير وتغير ده بيولوا عليه فاني خالق ايه ده 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 شوكتوا في التلفزيون تبيرح الجماعة تحبه وعوي يرا يرا تحب تروح السنما النهاردة على السنجرية حيثم انا حاسة ان انا اتعبان اخر حاجة مش هقدر مالك يرا انت بقى لك فترة متغيرة انا عايز اقولك على حاجة يا حيثم خير انا اكتشفت ان انا مش بحبك اخر حاجة مش لازم تحبيني اخر حاسة كفاة تحبيني بس لا ما هو انا لازم كل حاجة تبقى اخر حاجة عشان ابقى مقتنعة حيثم ساري موسيقى 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 الآيال دي فرفير وحتزقق وتمشي تمشي فيه ده اللي مطلع قطع عربية وناهم عليه واللي جاي بكرش بلاس ماتقلاش يا فندم انا اؤكد لسعدتك انا مش عايز اسمع منك ولا كلمة تاني المهزلة دي لازم تنتهي تؤمر بايه سعدتك تروح للوقت اللي عمل الاعتصام به تريحه عالاخر خلينا نخلص به رامي رامي ايه يرى جاتك يرى ايه ياما بص قدامك الزيني ده حدوح مدير مكتب الساد رئيس الوزراء هو انتم وينتوا عدوا هنا لحد امتا? آآآآآآآآآآآآ ألو، أيها معليك، مصممين على تغيير النشيد ها؟ معليبي وعيدكم في أول اجتماع لمجلس الوزراء هيعرض الموضوع وإن شاء الله هيحوز القبول خلاص يا سيدي؟ بقولك يا برئيس الجيل، إحنا لازم نصحب الموضوع شوية الكلام ده معنا إن الاعتصام هيتفض ما نعمل ليه؟ لازم دولهم إن إحنا عندنا طلبات تانية زي إيه؟ مش عارف خلاص يا ابني ولا يكونش عندوك طلبات تانية؟ يا سلام، خدتها من على طرف الثانية يا باشا فعلا فيه طلبات تانية خير عايزين نغير العلم العلم؟ ليه بقى إن شاء الله؟ الألوان، الـ النسر، كده يعني مش عاجبك النسر؟ نحط لك مكانه إيه؟ عصفورة؟ ألو معليك، دول عاوزين يغيروا العلم كمان رابي ده زودها قوي، إحنا حنظر شغلنا والشعب اللي ورانا ولا اللي عمي العيال ده؟ خليهم مرميين في الشارع قد قلت له أبو مين؟ سلطان بركات ساعدتك رجل الأعمال؟ أيوة يا معليك طب وده إيه اللي دخل ابنه في الاقتصامات والكلام ده؟ طيب، أنا حكلمه معلي بيقولكوا إن إنتوا زودتوها أولي خليكم مرميين كده في الشارع ومحدش هيعبركم مرافو عليك يا معلم سادق، ما كنتش عرف إن العلم بينارتز أكتر من نشيد أيوة معليك لا لا، ما تقلاش سادتك أنا هأمره ينهي المهزلة دي فوراً حاضر يا فنم، مع السلامة معليك خير، في إيه يا باشا؟ إنت لسه هتسأل تنزل دلوقتي حالاً قدام مجلس الهزرة تجيب دل رامي هنا هو طب بس في الورقة مهمة محتاجة أي حاجة تتأجل يا عزيزة بقولك انزل فوراً حاضر يا فنم، بص بقى دي جامدة موت لا لا، دي أجمل في زماني يارا هتتجنن دلوقتي طب لما هي هتتجنن مجادش لإيه؟ رامي باي بقى إحنا ماشيين تاني، يا جماعة إحنا كده منهرب وبعدين إحنا مطالبنا ترفضت يعني لازم نكمل نكمل إزاي يعني؟ القادة كده متعبة أو مش ينفع ننم في الشارع وبعدين مفيش حتى نعمل فيها بيبي هو أنت على طول عامل مشاكل كده أشيكو ما تعمل أفعية حتى أخ؟ رامي، الحكاية فعلا صعبة جدا لازم على أقل يبقى فيه خيام رايح الزباين خلاص، أوعيدكم إن أعمل كله جهدي عشان تعملوا بيبي براحتكم إدوني ساعة بس ما أكذب سامعي، بقولكو إيه؟ ما حدش يا عادت ببرا لإعتصام لحد ما ياجي ممكن يا برينس وأنا ممكن أعمل آلق وأقارة بالمنطقة وأنا ممكن أعمل آلق وأقارة بالمنطقة وأنا ممكن أعمل آلق وأقارة بالمنطقة ويممكن أعمل آلق وأقارة بالمنطقة رايح الزباين مختارة حتى أصبح أزياء؟ هي أنت العيشة على أمامنا ببعو ساعة الفاشر زي ما انت شايف المستثمر للصلاة العرض عايز نسترمها مستثمر يعني يا باشر إذا ما قصوا نروح فين طيب هو إنت تحطوا هودكم على هملاك الدولة وبعدين تقولوا لكم الروح فين نحن ما حذرناكم طب انا عملي يا سعد البشر لدخلتي النهاردة ولا مال يا بحمة خشيالا لم نحكتك بدل المطر ما يلعش عليها انت منورة تلبسين المبارح والله هو دي سورك مال يا الجرد النهاردة ربنا يخليك يلا يا اخت انتوا هو على ما كتبكو بلاش كلام فاضي انت قل لي جابك انا لسه بعت عزيزة عشان يجيبك يا أستاذ شفت بقى القلوب عند بعضها انت عليك نفس اتعذر ولا درامي انت تنزل دلوقتي فورا وتفض الهبل اللي انت عامله ده ازاي بس يا هونكل ما ينفعش اخرس انت يا قص المصاير يا بابا مش هينفع ده انا حتى جاي ااخد فلوس عشان اجيب شوية طلبات للعصام والله ايه وعايز كان بقى ان شاء الله يعني حزبة رابع نص ولا يا معتزز كافوا مش كده يعني مش بقى كويسين تنزل قوم انت و هو ما تنساش تعمل اللي قتلك عليه فورا طب خليهم مت الف و هو الرش اللي قدام ابسوا طب الف و نص ها عملته ايه صرفت يا رامي شيكو تقدر طرح تعمل بيب بي في البيت يعني خلاص حلم النجومية بيخ خلاص مع اني كنت بدأت احب الحكاية وحس بطعم النجومية دي الناس اللي هتعرفان في الشارع وبتشاور عليها احكي لهم هم معتز طب و يارا يارا ايا كمان بيخ يا رامي هاي يا رامي على فكرة اي ميسيو اخر حاجة يارا اخيرا مالك يا رامي هو انت مش مبسوط ان انا جيت ولا ايه مبسوط طبعا بس خلاصة يارا اللي اعتصامها ينفض الواد شيكو عمل انقلاب و عايز يعمل بيب بيه وبابا مرضيش يديني فلوس ولا يهمك بسيطة اخر حاجة شلني يا جماعة يا جماعة احنا قررنا ان اعمل اعتصامنا ده فاي شتارز تانس طايلت جام ساونا واي فاي ده خلاصة اعتصام بارتي كل ليلة شكرا جميعا شكرا جميعا وكل ده فور ميمبرشيب خمسمائة جنيه بس بري نايس ايديا كول بيك موسيقى موسيقى اعتصام موسيقى اعتصام موسيقى 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 جيه موسيقى موسيقى هانت يا سعدية هانت يا ديدي يا جماعة اللي عايز السوشي السوشي وصل يالله السوشي للكل سيما وما يمنت ايه ايه دي؟ جبت اي خطان وين بيبقى ايه؟ بريسكة هاي بنات كلو تمام؟ يا رامي الكلاب اولا ما بيجلهمش اكل وثانيا ما فيش حت اصل نيبات وفيه الكلاب يا يار مش عايزين سنعت العتسام تبور انا نبحت على معتز في موضوع اتل الكلاب ده وبلت ما لبيوتهم خلاص جابوك ايه مفت ايه مفت شيكو اظن ما عندكش مشكلة اعمل ببرة شيكو وشلتوا بينه مش فكاين الولاد انا الفين؟ مع البنات مفيش منهم كوفوا الحكاية ده يتخلي خالص الوقت ده مش هجيبها البر تحب ساعتك يا فندم انزل اتكلم معهم تاني؟ لا المرة دي مش هتنزل لوحدك قلت يا عم شاندة هنكتب الكتاب بكرة ولا لا ايه التخريف اللي بتقوله ده يا كاكا كازي وفرح ايه اللي بتتكلم عنه واحنا بالمنظر ده اللي جراء يا عم شاندة في اهمالك ما الحكومة سيبادة في الارض اهو وكلها كام يوم يمعلم كده ونبني العشاش تاني والحياة تبقى ايشها صحيح يا عم يا صحيح انتو تجننتو ولا ايه؟ ده حاضر زي الزابت مدينا موهلة يومين نلم حاجتنا ويرجع مايليش عد بكرة عاماتي كلش يرجع زي الاول وحينثو مش هينثو يا كاكا الحكومة الباس ده يعني ايه يا عم مش هنتجوز؟ جوان زيبت وانا في الرمي يا صودة دي وفي اليوم العاشر الاعتصام جماعة تغير وتغير المقام امام مقر رئاسة الوزراء وصل عدد المعتصمين لارقام كبيرة خصوصا بعد ان قدمت قيادات الاعتصام هدمات مميزة للمعتصمين خيام انيقة، حمامات نظيفة، مأكلات شهية، ووسائل ترفية شبكتنا مصنبمة اني هتبقى المين سبونسر للاعتصام بتاعكم اه، بس انت عارف احنا طالبين كام؟ ما تلاقيش حضرتك، احنا حاطين بودجت تلتمئة ألف جنيه على فكرة المبلغ ده قليل اخر حاجة احنا معروض علينا ستتمئة ألف بس طبعا انيش هقدر اقول لك مين اكيد من الشركة المنافسة اني سيارة، انا هكتبلك شيك بثمانمائة ألف جنيه و بليز، بليز ما تكسفينيش راحين فين؟ ها؟ مين اللي بتعملو ده يا زبالة؟ اهلو سهلا بيكو يا فاندم شرفيننا مالش رامي بي عندو ميتن جوه، فحتضطروا تستنوا معنا شوية خلص الميتن، اتفضلي بتديني بوسع بقى مش دلوقتي يا رامي، مش دلوقتي امت بس يعني، امت يعني رامي بيه، البشوات عايزين يقابلوا حضرتك بابا تفضل يا بابا، تفضلوا تفضلوا طيب ازايك يا يارا؟ هاي اونكل ما تسلم على رقفة بيه؟ انت مش عارفه ولا ايه؟ ازاي بس طبعا عارفه انا وعمو كل يوم صوارنا مليا الجرايب عمو ايه اللي انت بتقوله ده يا ولد؟ وبعدين ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ تعا عشان الراحرحة وكده يا بابا ازاي كازين عامل ايه؟ تاك التفاح؟ انا بجيبلك جواري؟ تاك عايز عبيد؟ ولا يا رامي شغل الهابل والعبط ده بلاش منه وخلي بالك انا ممكن باشارة واحدة من صباعي اطر بقها على دماغك ودماجن لخلي فوق ايه يا عمكت؟ القصود ده اجريسة في اخر حاجة احنا في بلد ديمقراطي وفيها حقوق انسان ولو الكلام ده وصل للميديا هتبقى فضيحة اخر حاجة سكوتي انت كمان يا باشا رامي ولد مؤدب وهيسمع الكلام معليه جايلك بنفسه لعمها بقى؟ مجيه تلباشا على عين وعلى راسي بس مش معنى اكد ان انا حيد على المطالبي انت حيد على المطالبك؟ وانت بتطالب بالاستقلال؟ ماشا رامي انا حوريك موسيقى موسيقى كل خير رامي ده ابني وانا وعدته ان ادرس طلباته بعينك يا هناء لازم تروح يلي ابنك وتعقليه بشوفتيش عمل ايه مع رئيس الوزرة هزوره هزوره واتطمن عليه اكيد وهو عامل زعيم زي الامر شوف اقول لها ايه طول ايه بقولك لازم تعقليه حيودينا كلنا في دهية وما تنسيش تاخد معاك 500 جنيه عشان العضوية عضوية اه يعني ايه رحيم فين دخليني احتاسم بس هنا بقى فين امبر شب 500 جنيه الفرد يعني انت عايز لك كده يجي نص مليون جنيه ونبا اخويا بس ايه امبر شب ده ما هول يعيش يا ما يشوف يا بيت العالد مش لتلمى يا كاكا غير لما انشوقي بطنغر يا حيزوا نفسوكم اهتمان للدخل الزهر احسن اشتباك للدخل فين دولناس غلاجة احنا هنا بلسمع الكلام وبننفذ الاوامر وبس يالغغغة دي في ايه ايه احسن اندخل الوامر بايه من غير ما دفعوا المنبر شب يقوليك ايه ما نعمل لهم خاص مكبماية احسن كان دول كتير برضو يلا يلا امس يا بك انا ادخلت من هارة دي خلاص حتى انا كنا فكر لحاجة كل حاجة الله مش دي يارة اللي انت كنت اهتجنن عليها مش عارف يا معتز مم هو اصل البني ادم كده لما الحاجة تكون بعيد عنه يبقى هيموت عليها وهو اللي بقى ما تيجي في اديه خلاص انت فكر يارة دي جات عشاني انا فهمت دماغة كويس دي ما بتحبش غيرنا الساعة يارة دي قاعدة هنا عشان لقيتها فرصة تشاركني اللمعان والشهرة مش اكتر من كده رامي ديارة بتاعت الحب والجواز كنتو حمار يارة دي اللي بتاعت حب ولا جواز وبعدان قممشي بنا عايز اكوع شوية عايز انام بصوا بقى يا جماعة حرركب سلك شائك هنا وهنا وهنا وبكده بنكون قمنا نفسنا اخر حاجة طب ما نحط الغام احسن انت بتتاريق؟ انت عايز الدنيا دي كلها تسيح على بعض والاشكال دي تبقى معانا؟ ياريت تسيح على بعضها نعم؟ قصدي يعني كده كتير افر اخر حاجة رامي انا اخدت القرار والباديجارز بيركيبوا السلك دلوقتي ملتین تحب يا فندي من كلم وزير الدخلية يخلي قوات وتدخل ونخلص الحكاة زادت غلحدة بقى ومقت soul ترجمة نانسي قنقر